شدد رئيس عبدالفتاح السيسي أيضاً أن استراتيجية حقوق الإنسان ترتكز على دعم الفئات الأولى بالرعاية كالأطفال وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة إلى جانب تمكين مختلف فئات المجتمع من المشاركة في الحياة السياسية وفي هذا السياق أشار رئيس السيسي إلى جهود الدولة لتمكين المرأة أعلاً لقيم الدستور وترسيخاً لقيم المساواة تمتلك مصر بنية مؤسسية وطنية ثرية تعمل على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان وتخضع للتطوير المستمر ولقد جاء إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان كإضافة مهمة من شأنها دعم وتعزيز العمل الوطني المنصق في هذا المجال وإلى جانبها توجد وحدات وإدارات مختصة بحقوق الإنسان في كافة الوزارات والمحافظات والجهاد ذات السلة وتطلع المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم بأدوار رائدة في مجال تعزيز حقوق تلك الفئات اشتركوا في القناة